أكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة بها أشجر الرمان وأصول النخيل احترقت بالكامل في وحاة الحم وذلك حسب رئيسة دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة بيجابس بالنسبة للخسائر معناها بالنسبة للحرائق وعننا 9.5 أكتارات المساحة المحترقة ومعناها غير سيد سجلنا معناها حريق 870 نخلة مش بالسهل إنه بش نعود نغرسوها أما دي من النق نقوله الحمد لله خطر معناها بيتضافروا هذه الجهود معناها نجمنا نحصر الحريق معناها فيها الخطر كانت نجمت توصل حتى للتجمعات السكانية الحريق كان بمثابة الصعيقة بالنسبة لسكان الحامة فمعاناة الوحى بدأت منذ سنوات بسبب شح مياه الري لتأتي الحرائق على أجزاء كبيرة منها وتزيد في قتامة المشهد مطلب أساسي أخي تلهابين الدولة وترجعنا مانا الوحى هذه أخلطت عليها جنة على وجه اللطاء جنة كي تقول جنة جنة توك نحونا من الحمام نحونا مشكلة كبيرة 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 أغلت على الأخر على الأخر سبب الحرائق والسرقة ونقص الماء هذا ما ثلاثة ما نجمش أعطونا نحن نخلط ديما نقصوا حتى يقصوا فيها روحة أربع مرات نقصوا مرة في العام ونلقمون التعام كامل تقول يقصوا فيها أربعة خمسة أو ستة هكذا هو قليطلع القلبي وليش طولها أقل من الميتر يمشي قصة وهذا كعادي جدا بشي يهدد النخلة إنها تنوت رئيس قسم المياه بيّن أن إشكال مياه الرية في واحة الحامة في طريقه إلى الحلة وبصفة تدريجية وقدم بعض المشاريع التي تم رصدها أعملنا دراسة فانتهدت دراسة دراسة استغنال مياه الحمامات في واحة الحامة طلقنا دجاه في تزويد بعض المناطق بالمياه الحمامات وفم بئر كدعي مية للواحة 150 لتر في الثانية لعمق 1200 متر بكلفة حوالي 2.2 مليون دينار هذه الاعتمادات مرصودة ومفتوحة والآن في مرحلة إعادة طلب العروض يحاول له إن شاء الله نحن تدريجيا تدريجيا نحن بشيخ على فك الارتباط مع الشركة والتعويل على الموارد الذاتية للمجمع يعتبر أهالي الحامة أن الواحة قاطرة للتنمية ستغير وجه المدينة إذا توفرت الإرادة وعادت المياه إلى مجاري ترجمة نانسي قنقر